دلوقتي حنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء بالصحب الزملية الدين الشرف شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا مركزيا في دبلوماسية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال بايدن في بيان له إن إدارته عمت خلال الـ 72 ساعة الماضية مع دول في المنطقة لتشجيع الجانبين للتوصل لهدنة ودعا بايدن جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة رحبت الأمم المتحدة بنجاح الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش دورا مصر لما تبذره من جهود بالتنصيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في استعادة الهدوء داعيان كافة الأطراف إلى الالتزام بالهدنة ومن جانبه أكد المناصق الخاص لأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند التزام الأمم المتحدة ببدل كل ما في وسعيها لإنهاء التصعيد بالقطاع رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود الحثيثة التي بدلتها مصر والتي أدت إلى إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة وثمن الرئيس الفلسطيني موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة معتبرا أن هذه الجهود تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني سواء في القدس أو غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية ثمن رئيس البرلمان العربي عدل العسومي جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأشار العسومي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعد خطوة في طريق حق ندماء الشعب الفلسطيني مؤكدا أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب مزيدا من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هددت أوكرانيا بوقف أي حوار مع روسيا إذا أجرت استفتاءات على ضم مناطق أوكرانية وقال الرئيس الأوكراني برادمير زينيسكي إن كييف تتمسك بموقفها متمثل في عدم التنازل عن أي أرض لصالح روسيا وتسيطر الآن القوات الروسية وموالون لها على مساحة شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وكذلك في جنوب البلاد بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 من فبراير الماضي أقر مجلس الشيخ الأمريكي خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة وصارع الرئيس الأمريكي جو بايدن الإشادة بإقرار خطته معاربا عن تطلعه إلى التوقيع على النص ليصبح قانونا نافذا وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط وأصوات حال الخطة إلى مجلس النواب حيث من المتوقع أن يتم إقرارها بتصويت النهائية ختم مجد الثامنة فاصل ورح لكم من استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر موسيقى 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 موسيقى